ساعة سامسوك اللي متعودين عليها تغير اسمها صارت الحين ساعة جالكسي او الجالكسي واتش خلونا نعرفكم عليها هذه هي الجالكسي واتش راح تجينا بنسختين نسخة بحجم 1.3 انش ورام 1.15 جيجا بايت مع بطارية 472 ميلي امبير اما النسخة الثانية بحجم 1.2 انش ورام 768 ميجا بايت وبطارية 270 ميلي امبير المواصفات التقنية الباقية بين الساعتين متشابهة نتكلم عن شاشة دائرية التحكم على اليمين زر العودة وزر الهوم شاشة سوبر امولي ضد الخج من نوع غوريلا غلاس دي اكس بلس المعالج اللي موجود في الساعات الجديدة هو معالج اكزينوس 910 ثناء النواة على سرعة 1.15 جيجا هرتز الساعات تدعم الشحن الاسلكي وفيها دعم لمعيار IP68 اللي يعرف التقنية كويس هذا معناته مقاومة للماء والغبار عندنا حساسات عشان القلب والضغط الجوي والحركة نظام التشغيل اللي موجود هنا هو نظام خاص بسامسونج تعرفون اكيد اسمه تايزن نسخته هنا هي اربعة عندنا امكانية لتخصيص الشاشة الاكثر من 60 الف واجهة عندنا تطبيق stress management او التحكم بالضغط اللي يطلب منك شهيق وزفير في حال كان قياس القلب حقك مرتفع تطبيق المدرب الشخصي طبعا متابعة العمال الرياضية اللي يسوي رياضة كثيره ولا بالساعة تطبيق متابعة النوم وكيفية تحسينه بالنسبة للتوافق الساعة ذي متوافقة مع نسخة اندرويد 5 وطالع مع ايفون 5 وفوق ومع ايو اس 9 وطالع الالوان المتوفرة عندنا ثلاثة الوان اساسية فضي واسود وايضا الذهبي الزهري او الروز جولد وطبعا السترابس او السير حق الساعة متوفر بالوان متعددة بالنسبة الموعد لاصدار واسعار الساعة عندنا الحجم الصغير منها نسخة البلوتوث منه بسعر 329.99 دولار اما الحجم الاكبر 349.99 دولار تتوفر الساعتين بنسخة بلوتوث في نهاية شهر غسطس الحالي اما نسخة الفور جي على وعد انها بتنزل لاحقا هذه السنة زي ما قالت سامسونج يعطيكم العافية على المتابعة هذا كان استعراض ساعات سامسونج الجديدة على قناتكم الالكتروني لا تنسونا بالاشتراك واللايك وتفعيل الجرس ونشوفكم بإذن الله في فيديو قادم كان معكم حمد بسيم ونشوفكم بإذن الله في فيديو قادم اشتركوا في القناة